اشتركوا في القناة المنتخب الوضعي المغربي نصير مزراوي في المنتخب بسبب تعرضي لإصابة على مستوى القلب تستبعي دوعي الملاعب لمدة طاولة رسميا إدارة ناري تشيسي الإنجليزي تنهي الجدل وتحسم في مستقبل نجم المنتخب المغربي حكيم زياش بانتقاله صوب هذا الفارق العالمي لصفقة تبهدل مدرب المنتخب الوضعي المغربي وليد الرقرقي يتلقى أخبارا سرى بخصوص عودة نجم المنتخب الوضعي المغربي من الإصابة قبل ودية بيرو في شهر مارس المقبل بعد فوزه بلقب كأس سوبر السعودي مع نادي الاتحاد عبد الرزق الحمد الله يكسر القواعد ويحقق إنجازا تاريخيا في الدور السعودي بعد الدول المغربي عز الدين أونحي برسالة خاصة لمكونات ناديه السابق منجيل فرنسي شاكر الكل على مساهمتهم في الرفع من مستواه متمنيا لهم التوفيق ونشر عز الدين أونحي رسالة مؤترة عبر حسابه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي أنستغرام قال فيها لقد حان الوقت للانتقال نحو آفاق جديدة منجيه منحني فرصة اكتشاف النخبة حيث أضاف أونحي في تصريحي قائلا لذلك أود أن أتقدم بشكر لجميع المسؤولين والفارق العام الفني والطبي واللاعبين والجماهير أتمنى أن تحافظوا على البقاء لا تستسلموا يا إخواني ويدكر أن عز الدين أونحي قدم عروضا جيدة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 رفقة المنتخب الوطني المغربي جعلته يدخل دائرة اهتمام مجموعة من الأندل الأوروبية في الأسابيع الأخيرة لن يكون الظاهر الأيسر نوسر مزروي موجودا مع المنتخب الوطني المغربي خلال فترة توقف الدول المقبلة والتي تقام خلال شهر مارس القادم وتعرض نوسر مزروي لأزمة صحية في القلب بعد تعرضه لإصابة بفيروس كورونا خلال مشاركته مع المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 وتسعى الجامعة الملكية المغربية لكورة القدمة لتوفير ثلاث خيارات قد يلجأ إليها وليد الرقراغي لتعويض غياب النوسر مزروي في الفترة توقف الدول المقبلة ومن بين هذه الخيارات الظاهر الأيسر لنادي الويداد الريادية حي عطيت الله نجم الويداد قدم أوراق اعتماده خلال نهائيات كأس العالم الأخير حيث تألق بشكل خاص خلال مواجهة البرتغال في دور ربع النهائي وآدم صيناء الظاهر الأيسر لنادي أولينيز الإيطالي حيث بات قريبا من تجديد العهد مع أجواء المنافسات بعد الفترة الغياب الطاولة بسبب الإصابة والظاهر الأيسر الشاب سوفيال كرواني الذي تألق مع ناديه نيميخيل هولندي خلال الموسم الحالي حيث شارك في تسعة مباريات أسهم فيها في أربعة أهداف من بين صناعة وتشجيل يسعى فريق إيفرتون الإنجليزي إلى التعاقد مع الثوائي المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي وذلك خلال المركات الشتوى الحالي لتعويض رحيل محتمل للاعبه أنتوني جوردون ويضع إيفرتون حسب سكاي سبورت حكيم زياش كهدف له خلال المركات الحالي من أجل التعاقد معه خصوصا وأن تشلسي قد يسمح لللاعب بالمغادرة أصوار الملعب سانفورد بريج بعد التعاقدات التي أبرمها النادي مؤخرا وأكدت المصادر ذاتها أن توفيز مستعد لدفع 25 مليون جنيه إسترليني حوالي 28 مليون يورو من أجل حكيم زياش وذلك بغي يشتعود رحيل محتمل لنجمه الفريق الأول أنتوني جوردون نحو نيوكاسل يونايتد وأكدت المصادر الصحفية أن نادي تشلسي الإنجليزي عرض خدمات نجمه المغربي حكيم زياش بصورة رسمية خلال فترة الانتقال الشجوية الراهنة على نادي برشلون الإسباني وحسب إحدى المواقع الهولندية فإن نادي تشلسي يسابق الزمن من أجل بيع عقد اللاعبين من صفوفها بهدف إحدى التوازن لازم عقب نجاح البلوز في إبرام صفقات كبيرة خلال المركات الشتورة هنا وبدأت تشلسي الإنجليزي رحلة العرض لعيبيه على الأندي الأخرى وكان من بينهم المغربي حكيم زياش الذي عرضها البلوز على برشلونة الباحث بدوره عن صفقة جديدة في الشتاء الحالي من أجل تعزي الصفوفها ويرغب التشلسي الإنجليزي في إتمام الصفقة التبادلية يحصل برشلونة بموجبها على خدمات حكيم زياش البلغ من عمر 29 عاما مقابل ضفر البلوز بخدمات فرانك كيسي لكن الأخير لا يريد الرحيل عن الكامبنو في الوقت الراهن تمكن الظاهر الأيصر المغربي آدم سينا المحترف في صفوف فريق ودينيز الإيطالي لكورة القدم من العودة للتداريب الجماعية مع الفريق الإيطالي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأزيد من خمسة أشهر وعين مشاركة بكأس العالم قدر 2022 مع المنتخب المغربي وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن الرجراجي تواصل مع آدم سينا ورفع من معنوياته قبل أن يعود للتدريبات مع فريقه الحالي أدينيزي كما أضافت نفس المصادر إلى أن ويد الرجراجي ينتظر الأداء الذي سيقدمه المدافع من سينا مع ناديه أدينيزي في الفترة المقبلة قبل الحزم في عودته إلى لائحة المنتخب الوطني المغربي خصوصا وأن المجموعة تستعد لإجراء مواجهة ودية شهر مارس المقبل أمام منتخب البرو بات المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الأول لاعب أجنبي يحقق كالسوبر السعودي لتلات مرات وحقق المغربي أول بطولتين مع النصر الموسم 2020 ثم 2021 قبل أن يحصد يوم أمس الأحد مع الاتحاد وتعتبر هذه أول بطولة لحمد الله مع الاتحاد بعد أن خسر بطولتين الدوري وكأس الملك والموسم الماضي وهذا الرابع بطولة يحصدها الهدف المغربي عبد الرزاق حمد الله خلال احترافه بالسعودية منذ قدومه في صيف موسم 2018-2019 بعد أن حقق بطول الدوري مع النصر في أول سنة بجانب بطولته كالسوبر وحقق المهاجم المغربي عبد الرزاق رقما قياسي كأول لاعب في تاريخ كالسوبر يسجل في ثلاث نهائيات لدى التعاون مع النصر في موسم 2020 ثم في مرمى الهلالة في موسم 2021 مع العالم أيضا وختمها بتسجيل جنائية في مرمى الفيحاء مع الاتحاد يوم أمسا وأصبح المغربي الهدف التاريخي لبطولة السوبر السعودي برسيد خمسة أهداف والأكثر مساهمة في خلال مساهمته بستة أهداف مسجلة لخمسة وصنع هدفا ولم يسبق أن خسر حمد الله أي مباراة في كأس سوبر السعودي شكرا على فصل المشاهدة لا تسرع الشراكة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر